موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج جسور مع حضراتكم النهاردة في الفقرة الأولى بدل من الزميلة إنجي اللي بتعتذر عن مشاركة الفقرة النهاردة وزي ما تعودنا نبدأ باستعراض لأهم المقالات لأهم الأخبار أهم الأحداث اللي حصلت الأسبوع اللي فات وطبعاً مبارح العالم كله بلا استثناء كان بيشاهد اليوم المختلف اللي بيتم رسم فيه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في هذا الموضوع كان فيه العديد من المقالات اللي بتحاول تغطي الحدث اللي بتحاول تحلل الأبعاد المختلفة واللي بتحاول تتنبأ يا ترى ماذا سيكون شكل سياسات أمريكا في الفترة القادمة تحت رئاسة دونالد ترامب من ضمن هذه المقال مقال في جريدة الحياة للكاتب محمد علي فرحات بن عنوان يوم مختلف للصين وأوروبا والعرب بيقول فيها إن دونالد ترامب لما تسلم رئاسة أقوى دولة في العالم هو بالفعل يوم مختلف غير أي رئيس سابق والكلام ده ينطبق على العديد من الدول يمكن أبرزها الولايات المتحدة الصين أوروبا والعالم العربي قبل أي مناطق أخرى قبل كده كان سهل رسم توقعات بخصوص السياسة لأي رئيس أمريكي جديد كان بيتم الاعتماد على سرته الشخصية أو السي في بتاعه وأداءه السابق في الحزب سواء حزب جمهوري أو ديمقراطي لكن مع ترامب زي ما بيقول محمد علي فرحات الموضوع يأخذ منحة مختلف لأن الرجل غامض الرجل طبعا مش جاي من اللاشئ مش جاي من الغموض ولكن ملوش أي خلفية سياسية لم يخدم في القوات المسلحة وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ملوش خلفية أنه كان في منصب سياسي سواء في الكونجرس أو غير الكونجرس أو أنه كان بيخدم في القوات المسلحة الأمريكية علشان كده حتى الحزب الجمهوري اللي باسمه ترشح تبعا لهذه المقالة يمكن كان ترشحه مفروض عليه ما كانش بمزاج الحزب الجمهوري ولكن فرض عليه بسبب الظروف المختلفة اللي حصلت أثناء العملية التمهيدية للانتخابات محاولة قراءة نهج ترامب في ضوء السياسات المعلنة للحزب الجمهوري قد تكون خادعة ليه؟ لأنه شكله كده جاي بحاجة جديدة خالص المراقبون شايفين من خلال تصريحاته المتنقدة أنه هو مش من السهل قراءته ومش من السهل معرفة هو بالفعل ناوي عليه أثناء الحملة الانتخابية بتاعته سواء الانتخابات التمهيدية أو الانتخابات للولايات المختلئة لرئاسة الولايات المتحدة كان فيه مجموعة من التصريحات الخطيرة جدا وبعضها أو يمكن الكثير منها متناقض البعض يرى أنه قد يأخذ مزايا من الحزب الجمهوري اللي هو الحزب الفائز والحزب المهزوم بحيث أنه هو يكون اتجاه ثالث لأن زي ما حرقكم لاحظتم قد يكون أن الشعب الأمريكي زهق من الحزبين زهق من الحزب الجمهوري وزهق من الحزب الديمقراطي علشان كده يختار ترامب كأنه حاجة ثالثة كأنه حتى خارج الحزب الجمهوري اللي رسميا هو اللي رشحه وقد يأتي رجل العقارات هذا بخبرة جديدة لم نراها في أي رئيس سابق مع العلم أنه هو جاي بعد رئيس كان أستاذ في القانون وليه خبرة كبيرة في العمل السياسي من خلال تواجده في الكونجرس الأمريكي المهم أنه محدش يقدر يتوقع إيه اللي هيحصل المهم أنه فيه انعطافة كبيرة وفيه تحديات كبرى قد تعرقل هذه الانعطافة من ضمن هذه التحديات زي ما فلاديمير بوتن الرئيس الروسي بيقول أنه قد يحدث شيء هو مسميه الانقلاب المؤسسي في الولايات المتحدة وده المقصود دي أنه ممكن تكون الكونجرس بسياساته يقف أمام سياسات ترامب ولكن الموضوع طبعا بالنسبة لبعض الدول غير الآخر فمثلا الكونجرس على سبيل المثال بينظر تقليديا لبوتن أنه هو وروسيا بصفة عامة أنها عدو وأن الصين صديقة ولكن ترامب من خلال كلامه بيتعامل موضوع أنه هو العكس فده طبعا بيؤدي لنوع من أنواع الانفصام في السياسات برضو أوروبا الموضوع متباين فيها وكان فيه زي تباين كده أيضا فيه التعامل مع الموضوع ما بين ترحيب وترحيب حذر وحتى البعض أبدى عن استغرابه لأن قبل كده كان نظرة أمريكا لأوروبا هي الأم العجوز اللي هم أنقذوها أثناء الحرب العالمية التانية وبعدها وأعادوا أعمارها وبيفتخروا أن هي دي أمهم العجوز واللي بينتسبوا ليها وبيحافظوا عليها ومنها بيكتسبوا حضرتهم ولكن الموضوع في أوروبا حاليا قد يكون أن ترامب ينظر لها كعجوز غريبة لا ضرورة لها ده بالعكس ممكن أن احنا نحاسبها زي ما أي تاجر بيحاسب تاجر آخر عشان كده أوروبا بالفعل بتستعد لهذا الغموض العالم العربي بقى موقفه مختلف تماما العالم العربي لام على أوباما انسحابه من السياسات ومن واجباته تجاه أمن المنطقة ولكن لا يزال يسود شك إيجابي نحية وجود ترامب العديد بينظر أن ترامب أعلن حرب ضد الإرهاب ده قد يكون شيء إيجابي ولكن العالم العربي تحديدا يخشى أن يكون في الواقع ترامب اللي هيعمله هو المزيد من الضعف المزيد من الانسحاب من واجبات أمريكا الدولية وبالتالي تبقى المنطقة العربية أسيرة فلاديمير بوتين الغني بالسلاح والفقير بالاقتصاد والسياسة ماذا يأتي؟ هل هو الخوف؟ ربما يأتي ترامب بالمفاجآت الصارة من يدري؟ دي كانت الجملة الختمية لمقالة الأستاذ محمد علي فرحات احنا فقرة النهاردة الجزء الثالث من حلقة اليوم هتكون عن تولي الرئيس الأمريكي ترامب مقعد الرئاسة وهنناقش فيها التخوفات والأمال التابعة لهذا الحدث وإزاي ممكن تؤثر رئاسته على عالمنا العربي وأيضا إيه الدور اللي ممكن أن الكنيسة تلعبه خصوصا في ضوء أن ترامب زي ما حراكم شوفتم بارح لما جاء حتى في حفل الرسامة أو الترسيم بتاعه كان محاط بالعديد من الأسوس الإنجليين والمشيخيين وأن العديد من المشيخيين الأمريكيين المصريين والعرب كانوا بيدعموه وبينتخبوه فهل سياسات ترامب ممكن يكون فيه تأثير عليها بواسطة الكنيسة لمزيد من العقلانية والعدل كيف سيؤثر على عالمنا العربي هو ده هيكون موضوع الفقرة الثالثة مع الدكتور القص إكرام لمعي وعبر السكايب من الولايات المتحدة الأمريكية القص عادل ملك ننتقل لموضوع آخر ذو أهمية ومقالة تتحدث عن تونس المقالة مش تتحدث عن تونس تحديدا ولكن عن التجربة التحول الديمقراطي في تونس المقالة ليه الكاتب الكبير الأستاذ ردوان زيادة وبيسأل لماذا نجحت تونس وفشل غيرها في التحول الديمقراطي طبعا من عنوان المقالة واضح إن في حكم قيمي هنا إن التجربة الوحيدة في تجارب الثورات العربية أو الربيع العربي مثل ما سمي اللي نجحت في التحول الديمقراطي هي تونس وإنها تشكل استثناء حقيقي عن تجارب البلدان العربية الأخرى اللي مرت بمرحلة الثورات العربية وده اللي بيقوله الكاتب ردوان زيادة بيقول فيه ثلاث نظريات أساسية لتفسير التحول الديمقراطي في عالم السياسة أول نظرية بتتكلم ويمكن دي أشهرها اسمها نظرية الحداثة وبتقول إنه علشان التحول الديمقراطي ينجح في أي بلد لابد من شروط مسبقة أهمها وجود طبقة وسطة واسعة الطبقة دي تكون متقدمة التعليم يكون فيه نمو اقتصادي بيدعم هذه الطبقة وبيحول تركزها بدل ما هي بتفكر بس في الحاجات الاقتصادية وأكل العيش ورزقنا النهاردة إلى حقوقها السياسية الاقتصادية الاجتماعية وغيره وبالتالي هي مش بس مزنوقة في القوت اليومي ولكن عندها القدرة على إنها تهتم بالحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية الأخرى فتبعا لهذه النظرية علشان تنجح تجربة الحداثة لابد من وجود هذه الطبقة واللي من شروطها إنها تكون متعلمة كويس نظرية تانية بتتكلم عن وجود نخب سياسية ومؤسسات إنه علشان يحصل تحول ديمقراطي فلابد من مؤسسات محلية أو إقليمية ترعى عملية التحول مش ضروري أن تكون هذه المؤسسات ناضجة أو حتى إنها تكون مكتملة ولكن مهم إنها تكون واضحة في هدفها إنها عايزة تبني نظام ديمقراطي تعددي وتدعم التحول الديمقراطي نظرية تالتة بتتكلم عن مكون تالت اللي هو النخب السياسي سواء في النظام أو في المعارضة وبالعكس ده تابعا للنظرية التالتة التركيز كبير على النخب السياسية في المعارضة إنه لازم معا يصلوا لاتفاق الاتفاق ده بيسموه في عالم السياسة أفضل الحلول سواء ما فيش حاجة كاملة ما فيش حاجة عظيمة ما فيش حل في السياسة عظيم ولكنه فيه حلول سيئة كثيرة جدا في التحول الديمقراطي وإحنا عايزين نختار أفضل الحلول سواء وده اللي هو المشاركة الديمقراطية وبتحليل وبالنظر للثورة التونسية وخاصة برضو من خلال كتاب الكاتب الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة بعنوان الثورة التونسية المجيدة بيركز عزمي بشارة على فكرة دور المعارضة في نجاح الثورة إزاي إن في تونس من جهة كان فيه طبقة وسطة من جهة طبقة وسطة كبيرة نسبيا تعليمها إلى حد كبير جيد ده بالعكس فيه مقارنة كده بين ظروف تونس من ناحية التعليم وظروف كل من كوريا الجنوبية والفلبين وإزاي إن وجودهم أو التشابه هذا النظام أدى إلى نشوء هذه الطبقة الوسطى ونشوء حركات طلبية بتدعو لهذا التغيير وهذا التحول الكلام ده ليه بنتكلم عنه؟ جزء منه لأنه ما فيش حاجة بتحصل كده الحاجات بتحصل لأسباب إن النجاح في تونس لم يكن وليد الصدفة ولكن وليد ظروف وعامل مختلفة وإن النجاح في تجارب العربية المختلفة لو إحنا عايزين نتكلم عن استكمال المصار الديمقراطي في مصر لو عايزين نتكلم عن الوضع في ليبيا الوضع في اليمن الوضع في العراق الوضع حتى في السودان في كل الدول اللي مش بالضرورة مرت بثورات ولكن تسعى لتغير ديمقراطي هو نجاح مرتبط بعوامل كلمات سر تعليم طبقة متوسطة بتتوسع مش بتنكمش وده عكس اللي بيحصل للأسف في العالم كله مش بس في منطقتنا العربية مؤسسات تعمل ونظام ونخب سياسية ومعارضة عندها القدرة على التواصل عندها القدرة على استكمال بعض والوصول لحلول وسط طرد جميع الأطراف دي اللي حتى لو مش موجودة في مصر حاليا فعلى قال احنا عارفين في علامنا العربي وفي مصر ان ده المفروض يكون التركيز في الفترة القادمة دعم الطبقة الوسطى دعم التعليم دعم النخب السياسية دعم المؤسسات وغيره ننتقل ونحن نتكلم عن الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي وازاي ان في التحول الديمقراطي يمكن ابرز علاماته وابرز اشكاله هي سيادة القانون وان الدولة عشان نقول فيها انها تحولت من فكرة شبه الدولة زي ما الرئيس السيسي وصف مصر كما استلمها الى دولة حقيقية متكملة ابرز ما يميزها هو سيادة القانون فنتكلم عن الموضوع اللي تحدثنا عنه الاسبوع اللي فات بخصوص قضية سيدة الكرم السيدة سعاد سابت واللي تم حفظها نقيب المحامين الاستاذ سامح عشور قال في خبر انه هيطعن على قرار النيابة او ان نقاط المحامين ستطعن على قرار النيابة بحفظ قضية سيدة الكرم وانه كلف اعضاء هيئة الدفاع عن سيدة الكرم في المينيا تحديدا باستصدار صورة رسمية من قرار النيابة بحفظ القضية للتطعن على هذا القرار امام المحكمة موضوع سيدة الكرم هو موضوع هام جدا لانه زي ما قلنا لحضراتكم بيعبر عن سيادة القانون وده شكل اساسي ومهم الموضوع مش بس طائفي وان كان طبعا اخذ ابعاد طائفية في اساسه وفي اسبابه ولكن هدفه الرئيسي واهميته الرئيسية هي هل احنا في بلد بتميز بين ابنائها بين مواطنيها ولا بلد بيسود فيها القانون وبينطبق على الجميع بدون تمييز ودي اللي بيميز بلد ديمقراطي قانوني عن دول اخرى وعلشان كده من مهم فعلا دعم هذه القضية مش مجرد نركز عليها فترة اعلاميا ثم ننساها وتدفن تحت التراب زي ما بيقولوا خلونا نشوف هذا التقرير من موقع الاقباط المتحدون واللي التقوا فيه مع السيدة سعاد سابت سيدة الكرم وانعود لحضراتكم مرة اخرى زي ما حرككم سمعتم رسالة واضحة وصريحة احنا انتخابناك علشان تجيب لنا حقنا مش كهذه السيدة مش كمسيحيين ولكن كمواطنين مصريين عندهم ثقة في مؤسسات الدولة المختلفة سواء تنفيذية او قضائية او برلمانية لان ما ينفعش ان يكون لسان حال مواطن مصري ان احنا ملناش سند غير ربنا لازم يكون عارف ان غير ربنا عنده سند في القانون عنده سند في اجهزة الدولة المختلفة معانا الاستاذ ايهاب رمزي المحامي ومحامي هذه القضية قالوا مسأل خيروا ساذ ايهاب اهلا بحركة في برنامج جسور احنا تواصلنا مع حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك بلغتنا بالتطورات الخبر يترى في اي تطورات جديدة خلال الاسبوع السابع اتيام اللي فاتها دكتور هو احنا كنا في الفترة اللي كانت دي كنا بنعد التظلم لمشكلة النعم العام لقعادة فلحة التحقيق بناء العادة اللي جديدة ظهرت كلها عادة اللي جديدة ظهرت فكان انتصلي وتم الاعداد سعين وتم الانتهام التظلم تم التقديم التظلم لمكتب النائب العام وان شاء الله يعني وان شاء الله ينتظرين رأي النائب العام فيما قدمنا من جديد يمكن معه ان نستند في فتح التحقيق مرة اخرى ولاننا قد قدمنا ادلة جديدة لم تكن معروضة على ايام العام مع وقت التحقيق وبالتالي اعتقد ان قد نتجدد الامن من جديد مرة اخرى في عدم فتح التحقيق طيب دكتور ايهاب وحريطة تتكلم عن ادلة جديدة لم تكن موجودة وقت حفظ التحقيق هو زي الجهات المدنية زي المحامين زي حضراتكم هما اللي بيوجدوا هذه الادلة مش المفروض ده اختصاص وزارة الداخلية؟ هو الحقيقة هو يعني اضافة داخلية المقابية دي بذات عملت لعليها وأقضت صحة الواقعة وقالت من الواقعة صحيحة والباقي طبعا فيه جزء على النيابة وفيه جزء الشرطة بعد التحري وبعد اجواة كل اللي ينفحسوا ومحسات من هذه القضية وتحري يعني أسباب الحادث وحقيقة الحادث وصلت الحادث انتهت إلى أن حديث السيدة سعادة المجل عليها هو حديث صحيح وأنها الوثالة تمت عليها الكامية وأن الذي قبرت عليها هم كلان وقلان وقلان الجناة التي أشرت إليهم وأن بعضه أغشرت التحريات أيضا وحديث الضابط أدها أن السيدة عناية قبر بتخطياتها بالفعل وزي ما قالت المجل عليها سعاد سيدة سعاد بالفعل أن الشرطة أقرت كافة التفاصيل وسألوا الضابط في التحريات في النيابة قالوا ماذا تقصد بكلمة التعريف فقال أنها قد تم تجريدها من ملابسها تماما بس يعني فالشرطة قد أقرت بذلك وماذا عليها قد أقرت بكذا التفاصيل لكن هناك أبيلة جيدة تبعد عن الشرطة ومنها السيدة عناية جدت في فيديو التي أقرت بأنها جدت ملابسها كامية حضرت إليها ملابسها كامية للأسف الحمد لله حصلنا على فيديو لها هذا الفيديو يؤثر أنها أقرت بأن سيدة سعاد كانت حضرت إليها عائلية وقامة بتخطياتها من أحد من ملابس سيدة عناية هذا يخالف شهادتها في المحضر يتعين على النيابة المحقق السيدة عناية حضرتك تقدر تجيب السيدة عناية وتوليت قبل فيديو لذلك أقرت فيه هذا دنيت جديد لدينا دنيت جديد آخر لا يوجد أصالح عليه من أحد المسؤولين 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 عن القرية أقرنا بصحة الوقع في فيديوهات في ترجلات أمام الآلام ومقدموا برضو حتى يتم يحضروا مواجهته وهو شاهد لأنه كان متواجد في القرية وعقر بصحة الوقع وبالتالي نحن الآن أمام أدلة جديدة مطلوحة الآن على نهابة موجة بالتظلم المقدم منا ومنتظرين برضو نهابة العامة في شأن التحقيقات طيب دكتور إيهاب بحريك تتوقع أن النائب العام هيعيد فتح التحقيق؟ سبحانه يعني رسل القانونيا أدلة جديدة ورسل القانونيا يجوز للنياب العامة ما هيتعود للتحقيق في أي وقت كما يشاء لها من حقها من زي الحكم لا تتفرض مبيد الحكم ومبيد قرار التحفظ الحكم لا يجوز العودة لي إلا الطعم أمام جهة قضايا أخرى ولكن النيابة العامة من حقها إذا أردت خرار لحفظ التحقيق يجوز العودة فيه مرة أخرى سواء كان في ذل ذات الأدلة أو إذا ظهر أدلة جديدة جميل وده رفت القانون يعني المعرضة مثلا لو تم سلقتي في الشارع والجاني غير معلوم فتحفظ القضية لها ما عرفت الجاني يجي الجاني يظهر في أي وقت من الأوقات فالخضرية يتم اللقوع في القرار الحذر التحى وتخدمها المحادي ويعاد فتحها مرة أخرى مرة أخرى هذا الأمر ليس مخصلاً ليس استثناءً يعني في القانون يجوز فتحها يعني بخلاف الأحكام الخضائية جميل شكراً جزيلاً على مشاكل حياتك دكتور إيهاب رمزي المحامي وإحنا بننتقل ويمكن مش بننتقل قوي بنتحدث عن موضوع آخر وهو الإرهاب الإرهاب الذي ضرب في سيناء الإرهاب الذي هذا الأسبوع ضرب في الحدود الغربية لمصر والإرهاب الذي ضرب في العراق وفي سوريا وفي غيرها من دول العالم الأستاذ خالد عكاشا كاتب في جريدة الوطن مقال بعنوان بديلاً للإرهاب فلنزرع سيناء زيتوناً وبشراً بيتكلم فيها عن مجموعة الاشتراطات الأمنية اللي صدرت مؤخراً للي عايز يدخل سيناء وهي قيود أمنية على المواطنين اللي بيدخلوا سيناء وخاصة من نفق الشهيد أحمد حمدي وشددت شوية بقت فيه مطالب معينة لابد من استفاقها لدخول سيناء من خلال النفق أو العبارة أو غيره وبيقول طبعاً من الواضح إن هذه القيود الأمنية سببها واضح ألا وهو مكافحة الإرهاب ولكن هل فعلاً تكافح الإرهاب البعض قد يقول إنها مفيدة وأساسية للدفاع عن سيناء ولمواجهة العدوان اللي بيحصل ولكن الوضع بيقول البعض الآخر بيقول إن في الواقع الموضوع قد يكون العكس وإن هو كده بيفتح مساحات عارية مساحات خالية من البشر من السكان واللي بتخلي بيئة بتخلق بيئة نموذجية للإرهاب إن هو ينمو ويتوغل في طياطها الكاتب المقال الأستاذ خالد عكاشة بيقول إنه هو منحازن حياس تام لفكرة إن في الواقع حاجة زي كده قد تكون سلبية في الحرب ضد الإرهاب وإن إرهاب سيناء قولاً واحداً هو صنيعة الفراغ لأن فيه فراغ في الأرض فيه فراغ في البشر وإن علاج هذا الفراغ هو الوحيد القادر على قلب معادلة سيناء إيجابياً أستاذ خالد عنده اختراح إن إحنا عندنا في صعيد مصر قرى فقرة بتعاني من الفقر هما الأكثر فقراً على مستوى مصر وفيها نواة لقوة بشرية قادرة على إحداث تغيير علشان كده في سيناء في مجموعة من الحاجات اللي مش محتاجة حتى ميزانيات كبيرة لأن إحنا عارفين إن إحنا في وقت ما عندناش ميزانيات لاستثمارات عالية في سيناء ولكن حاجات بسيطة جداً زي زراعة أشجار الزيتون بحيرة البردويل وملاحات الساحل الشمالي إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نجيب سكان من الوادي من قرى الصعيدة الأكثر فقراً ونستعين بخبرات أبناء سيناء وخاصة قدرتهم على إنتاج منتجات زيتون وزيت زيتون عالي الجودة بيصدر بكميات محدودة لأن الإنتاج محدود ولكن في وجود هذه الخبرة في وجود الأرض في وجود هؤلاء البشر هذه القوة البشرية نقدر فعلاً نغير المعدلة زيت زيتون أسماك من بحيرة البردويل وملح صناعي وملح طعام كل ده ممكن يغير الوضع في سيناء ويبث روح الأمل لسكان سيناء إن غد أفضل اقتصادي يشوفوا بعيونهم يبقى بديل للركود الاقتصادي اللي هما شايفينه حالياً ده هيكون موضوعنا اللي هنتناقش فيه مع ضيوفنا في الفقرة القادمة الدكتور سليمان شفيق الصحفي والباحث وأستاذ اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكري وهنكون بنتكلم فيه عن سيناء عن الإرهاب في سيناء عن أفضل الوسائل للتعامل مع هذا الإرهاب وعن تأثيره عن مصر والعالم قبل ما نترك حضراتكم بنستعرض خبرين ذوي دلالة الخبر الأول مرتبط بداعش وبالتغيير اللي بيحصل في داعش تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم المسمى الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية خسر ربع الأراضي خلال عام 2016 تبعاً لتقرير أصدرته هيئة IHS Market الهيئة دي معنية بمراقبة الصراعات والنزاعات اللي بتحدث في العالم إن التنظيم فقد 18 ألف كيلو متر مربع ليتراجع سيطرته إلى 60 ألف كيلو متر مربع أبرز المناطق اللي خسرها هذا التنظيم خسرها في الموصل في مدينة العراق في دولة العراق وخسرها في مدينة الرقة وبيقولوا إن رغم إن التنظيم خسر هذه الخسائر ولكن في نفس الوقت للحكومة السورية كانت بتستعيد مدينة حلب قدر إن هو يستعيد مدينة تدمر مرة أخرى ويدخلها بل ويدمر موقعين أثريين همين وإن يتوقع هذا المركز البحسي IHS لمراقبة الصراعات يتوقع إن الموصل تاني أكبر المدن العراقية واللي التنظيم سيطر عليها سنة 2000 أو منذ 2014 القوات العراقية هتحقق تقدم أكتر رغم المواجهة العنيفة اللي بتشوفها وإنها بمنتصف هذا العام هتكون قدرت تسترد مدينة الموصل بأكملها وتركز على جيوب المقاومة حول مدينة الحويجة واللي بيستخدمها ما يسمى الجهاديون كقعدة لتنفيذ هجماتهم الإرهابية على العاصمة طبعا ما يحدث في العراق ما يحدث في سوريا وما يحدث مع التنظيمات الإرهابية المختلفة لا ينفصل عن الأوضاع اللي بتحصل في تونس وعن الأوضاع اللي بتحصل في مصر سواء في وادي النيل أو في السحرة الغربية أو في سيناء وزي ما قلنا حرككم ده هيكون موضوع الفقرة القادمة هترك حضراتكم مع هذا التقرير عن سيناء ثم نعود مرة أخرى لضيوفنا الكرام يسبق تقرير سيناء أغنية عن الوضع العربي من خلال خدمة سات سبعة بتقدمها لحضراتكم في عشرين سنة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر